سنركز على المنتخب الوطني الجزائري الذي يواصل تحضيرته في مدينة لومي العاصمة الطوغولية تعلمون جيدا أنه أجرى منذ يومين لقاء وديا أمام الطوغو دون حضور عدسة الكاميرات وفاز بثلث أهداف مقابلة لا شيء غدا بحول الله يستعد الناخب الوطني جمال بالماضي وأشباله لمواجهة البولندي في ثاني لقاء ودي هذه المرة بدون جمهور وبدون كاميرات وبدون صحافة لا شيء سنشاهده سنترك الفرصة للناخب الوطني وأشباله للتحضير والتركيز في هدوء تام للموعد القري الهام كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم الثالث عشر جنوبي يعني بعد حوالي أسبوع من الآن مشاهدي الأفاضل كالعادة عدد ثري شيق ومنوع بقوا فقط معنا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدية الأكلم إذن نبدأ بالخضر بالمنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد المشاركة في نهاية كأس أمم إفريقيا بكود ديفوار ميدو الموعد يقترب رويدا رويدا ما هي آخر أخبار الخضر من مدينة لومي الطوغولية نعم كأس أم إفريقيا أصبحت على أبواب سبت المقبل إن شاء الله افتتاح يوم 13 جنوبي بعدها إن شاء الله لعب يوم الأثنين القادم يعني بقتنا 8 أيام فقط قبل أول مباراة أمام منتخب أونغولا بداية من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائري هناك في مدينة بواكي الإفوارية الآن كل شيء تقريبا انتهى بقيا فقط تحذيرات الأخيرة لمباراة أونغولا المنتخب حسب ما نشاهده من فيديوهات وحسب ما تصنعنا أخبار من خاصة من موفدنا إلى قناة إلى لومي أرضوان عنانو شريف كمال أجواء رائعة جدا يتربص فيها المنتخب الوطني أجواء بين المجموعة نشوفوا بعض الفيديوهات التي تخرج من الحين لآخر حول الأجواء داخل المجموعة أمور تبشر بالخير على أن المجموعة تعيش جيدا تحذر جيدا مثلا ما تعرف مش من الشيء السهل أنك تتنقل إلى غاية الطوغو لإجراء تحذيرات قبل كاسو من فريقيا يوم الواحد جنوبي اللعبين كالليجا مباشرة مثل رياض محرز مثلا جاء يوم 31 تقريبا يوم الغد بشرة أقل من 24 ساعة سافر نحو طوغو نحو لومي كلكم هنا زورتم إفريقيا إفريقيا العميقة تعرفون جيدا كيف هي الأجواء في إفريقيا الرطوبة دائما تكون عالية درجة الحرارة عارية أجواء مختلفة تماما عما موجود في أوروبا أو حتى في شمال إفريقيا لذلك أعتقد بأنه واحد من أفضل خيارات لإخداهم بالماضي منذ تعيينه على رأس المنتخب الوطني هو الدهاب لتحذير في الطوغو لكأس أمم إفريقيا بحول الله التي ستنطلق السبت القادم في أبيجون الإفوارية تحذير في لومي رح يعطي اللعبين تقريبا عشرة أيام من أجل التعاود على الأجواء في قارة إفريقيا تعاود على الأجواء التي سيجدونها هناك في بواكي خاصة وأنه المنتخب الوطني سيوضع في أفضل الظروف ربما منذ سنوات طويلة سنتحدث عن هذه الظروف بعد قليل بدأنا تحدث عن الفوز السهل الذي حققه هو الخضر أمام الطوغو ثلث أهداف مقابل سفر كرات أهداف من كرات عرضية وكرات ثابتة نعم فوز مهم خاصة من جانب الدهني بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يواصل تحذيرات كانت عنده الفرصة للمنتخب الوطني أن يتجرب أكبر عدد ممكن من اللعبين لأنه أشراك تقريبا لكل عدد لعبين ثنين بسبب الإصابة تحدث عليهم بعد نهاية المباراة تتعلق الأمر بين توقاي وزروقي بإضافة إلى بولحي الذي غاب عن المباراة بسبب أيضا الإصابة إذن كانت عنده الفرصة أن يتجرب كل اللعبين تقريبا فوز مهم كما ذكرت خاصة من جانب الدهني للدخول في منافسة الكام بقوة وفيه نقطة أيضا إيجابية في هذه المباراة هي التقس كان حارا في توقيت اللقاء عكس ما تعود عليه المنتخب الوطني لأنه يقولوا أنه في الليل يكون التقس راحيمي صحة عبير وقالة اليوم المباراة كيف أكمل الخضر اللقاء؟ بدنيا من دون شك أنهم يتأثروا بهذا راجع لحجم ساعة التدريبات العالي اللي كان سواء في سيديموسا أو في طوغو وبالتالي يطلب استرجاع لكي تكون في كامل قواك البدنية ولكن حسب ما نشاهد كل أمور تبشر بالخير سأتعبر في صفوف المنتخ عمين ماذا سجلت من الملاحظات بعد مباراة طوغو؟ أبرز ملاحظة هي الأهداف والطريقة التي جاءت على إثرها الأهداف مخالفات مباشرة وتوزيع ثلاث رأسيات سكنت شباك المنتخب الطوغولي هذا يعني شيئين اثنين أولهما الناخب الوطني ربما يكون قد عامل على هذا الجانب من أجل أن يستعمل هذا السلاح الفتاك في المنتخب الوطني الجزائري في الكامل المقبل والثاني عامل الحظ ولكن حتى في العامل الثاني إن كانت هذه الأهداف حظ فهذا الأمر لن يمر مرور الكرام على الناخب الوطني جمع الماضي الذي سيرى أن استعمال اللاعبين فارعي القام في المنتخب الوطني الجزائري لسلاح الرأسيات والمخالفات أو الكرات ثابتة أمر جيد ومفيد جدا للنخبة الوطنية خصوصا أننا من ناحية طريقة بناء اللعب لسنا منتخبا يبني اللعب بطريقة جيدة لذلك علينا أن نعتمد على كل الأسلحة الممكنة من أجلنا تعويض هذا الأمر وأبرى السلاح من هذه الأسلحة هو الرأسيات والمخالفات المباشرة والكرات ثابتة لم أفهم حديثك عن الحظ أمين سجل ثلاث مرات برأسية ما دخل الحظ في الموضوع الآن الكرات الثابتة علم يدرس أمين شاهدنا الكثير من المنتخبات وكثير من الأندية تعتمد بشكل شبه كله على الكرات الثابتة خاصة في هذه المنافسات وخاصة في المباريات المغلقة الكرات الثابتة تعتبر أحد الحلول المجدية أكيد محمد هذا يعلمه الداني والقاصي أنا لم أقول شيئا غير هذا قلت لك يا إما الناخب الوطني عامل على هذا الأمر وتجسد عمله على أرضية الميدان بثلاثية كاملة بنفس الطريقة يا إما أن الأمر كان محت صدفة وهذا الأمر وارد يمكن أن تسجل ثلاثة أهدف كلها من رأسيات محت صدفة ولكن حتى إن كان الأمر جاء عن طريق الصدفة فالناخب الوطني ذكي ولن يمر عليه هذا الأمر مرور الكرام سيرى أن هناك سلاح يمكن أن يعتمد عليه أنا لا أعتقد بأن للصدفة علاقة بهذا الأمر خاصة أنه بن سبعيني سجل مرتين بن سبعيني أصبح الآن يميد أكثر لاعب أو أكثر مدافع في تاريخ المنتخب الوطني تسجيلا للأهداف بثمن أهداف كاملة رمي بن سبعيني بطول قامته بصعوده في الركنيات يمكن أن يكون أحد الحلول في نهاية كاسوما خاصة أنه في المباريات اليوم مثل ما قلت قبل قليل الكرة الثابتة علم يدرس اليوم في بعض الفرق مدربين خاصين فقط بالكرة الثابتة لذلك سلاح اليوم الكرة الثابتة قد ما تكون قوي في الكرة الثابتة دفاعياً وهجومياً قد ما ملح لك أكثر فأكثر لذلك تسجيل رمي بن سبعيني لهدفين من كرتين ثابتتين أعتقد بأنه شيء إيجابي بالنسبة للمنتخب وأيضاً أعتماد على عرضيات في وجود إسلام سليماني أعتقد أنه تحصيل حاصل إذا عندك مهاجم بحجم وقيمة وطول قامة إسلام سليماني ولا تعطيه عرضيات من أجل أن يسجل فأنت تظهر منافسك وخصوصياتها مش في كل مرة لازم يكون إسلام سليماني أساسي لما تلعب أمام منتخبات مليحة أيضاً هي الأخرى في الكورات العالية وكذا سيكون مثل ما يقال سيراء متوازن يعني بينكم بين لعبين الخصمين لكن نقول نظر الكتلة المتأخرة يتيم عن طريق إسلام سليماني دائماً عندما نلعب أمام منتخب مثل الطوغو يلعب بكتلة متأخرة بلوكبة هنا لا مجال لمحاولة الدخول يعني يكون فيه تكتل كبير تسديدات من بعيد عن طريق بن طالب تسديدات من بعيد حل وسلاح والعرضيات من أفضل الأسلحة لما تشوف مباراة طوغو أو بي بريتش كيف يدخل بها تشوف جبال يوصرها قوية جداً لما نشوفه في ضل عدم اعتماد على بليلي في هذه المباراة كأساسي بعد تحضيرات البدان اللي قام بها في سيدي موسى اللي وصلا لأن المنتخب يتدرب بمعدل حصتين يومياً تقريباً لغاية اليوم باش تدربوا حصة واحدة يعني لفايدو ماش اللي جيتم أنك تنقص ريتم تدريبات ما تخطيش تدرب حصتين وجدت لعب مباراة أخرى ومتى ستستعد لإستعادة الطراوة البدانية تحسب الأول مباراة الرسمية لكن لما نشاهده مثلاً أمام طوغو الجبال يسرى كان فيها أيت نوري بن ناصر ونانتيريور قوش وكان فيها أيضاً أدملوا الناس تولاتي تقريباً لما نشاهده الهدف لسجل الإسلام سليماني تم استعادة أيت نوري عنده هذا بين بن ناصر وأيضاً بين والناس وبن ناصر جاء عنده توزيعة بن ناصر جاء الهدف يعني اليوم نقدر نقوله الجبال يسرى مطمئنة دفاعياً وهجومياً خاصة في ظل المفاجأة الكبرى اليوم موجود بن ناصر لو يكون كأساسي في كأسرهم إفراقي أعتقد بأنها أفضل مفاجأة صارة بالنسبة لنا كجزائريين وبالنسبة أيضاً للمنتخب الوطني لأنه إسماعيل بن ناصر قيمة كبيرة وقيمة تبتة في المنتخب الوطني منذ تحدث عن الجهة اليسرى هل هناك توزن بين الجبهتين اليسرى واليمنى في المنتخب نعم نظن أنه أولاً لا ندري من سيكون كأساسي هذا الجهة اليسرى لأنه دائماً الشك رغم أنه الناخب الوطني يتحدث عن المستوى الجيد الذي ظهر بها أدم الناس ولكن هذا لا يؤكد بنسبة كبيرة أنه سيكون أساسي إما والناس إما شيبي نعم أو بدرجة قلب الليلي من ناحية بدنية ربما لن يعتمد عليه أساسياً منذ البداية الشيء المؤكد هو اللعب الذي سيلاعب الناخب الوطني سيمد كامل عليه سيمد الإضافة تحدث عن الأسماء حتى لو تحط شيء في مكان يعني مكاننا والناس رح يمد مستوى جيد الآن مشكل ليس في الفرضيات في المنتخب الوطني صحيح تحدث فيها ربما نقص فيما يتعلق ببناء اللعب والبحث ربما عن العمق وبناء اللعب عن طريق هجومات مبنية ولكن لا ننسوش أننا في مرحلات تحضيرية وبالتالي قد لا نشاهد الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني خلال المباراة الأولى وبالتالي ليس مهم جداً طريق تسجيل الأهداف الأهم هو تسجيل الأهداف والفوز بيتولاتية التي تعتبر كما ذكرت في البداية مهمة خاصة من جانب الدهني ترجمة نانسي قنقers